مرحبا نزقا اليوم راح تحدث عن موضوع الدولة والاشكالات الكثيرة في مناقشة هذا الموضوع المايك بعيد هناك طرق كثيرة في البداية لطرح موضوع الدولة ومناقشتها وهي مسألة لا توجد أكثر أهمية خاصة في حياتنا نحن الشرقيون أو أبناء المنطقة العربية الإسلامية التي تعاني من مشكلة الدولة باستمرار وتعاني من عدم وجود مفهوم تاريخي للدولة المفهوم الدولة العربي الإسلامي هو مفهوم مضعضع لا ينطوع على نظام للحكوم الدولة بالنسبة لنا ما زال البعض الله يفهم معناها عبر التاريخ هي تعني دولة فلان ودولة عائلة فلان دولة بني أمي بمعنى أن هناك عائلة هي الحاكمة وكل ما تبقى هم رعية وهي هناك دولة بني أثمان دولة الفاطمية دولة الصفويين وهكذا فالكل بدأ يفكر بتشكيل دولة على طريقتها الدول التي ظهرت بعد سقوط الدولة الأثمانية وبإشراف وبتقسيم وبطريقة الدول الاستعمارية عن ذاك البريطانيا وفرنسا خاصة هؤلاء قسموا المنطقة باعتبارهم منتصرين قسموها وفرضوا نظام الدولة الذي هم وضعوه وفقا لمفكريهم والمنظومات التي ارتأوا أنها تصلح لمجتمعاتنا لكن هذه الإشكالية الكبيرة هي التي ما زلنا نعاني منها ما زلنا لا نعرف مفهوم الدولة ما زلنا نعتقد بأننا كتلة واحدة أو أمة واحدة وأن النسبة الكبيرة من الناس تؤمن بأن الشكل الصحيح لها هو الشكل الخلافة المفارقة أنه لا أحد يتفق على هذا معنى هذه الخلافة لأننا نعرف بأننا بأن تاريخنا لم يفرز نظاما واضحا للخلافة وأيضا لم يفرز نظاما واضحا لخلافة من يعني هل هي خلافة الله أم خلافة الرسول وهل هناك حاجة لخلافة الرسول أسئلة لا حصرة مبدئيا أنا راح أحاول أراجع موضوع من أيامه الأولى وخاصة في العقل الغربي غربيا هي المسألة الأساسية لأن مفهوم الدولة لدينا لا وجود له فعن ماذا نبحث فبالتالي لا بد من العودة إلى تاريخ فكرة الدولة أو مفهوم الدولة في العقل الغربي وما حدث تاريخيا في هذا المسار أول مرة راح أطرح مفهوم الدولة يعني الدولة الكلاسيكي أيام المدينة الدولة في عهد اليوناني أيضا راح أفصل نوعا ما بسيطا مفهوم الدولة عند فلاطون اللي طرح فكرة الدولة المثالية وذلك صار وقت أيضا نتحدث عن مفهوم مدينة الفاضلة على طريقة أغسطين وأيضا على طريقة الفارابي قبلها راح أتحدث عن مفهوم الدولة عند أرسطو وبعد ذلك أفصل في مفهوم الدولة عن مفهوم الدولة في الفلسفة السياسية الحديثة وباعتبار الدولة أنها هي وحدة أدارية بين أفراد يجمعهم التعاقد ومن خلالها راح نعرض بعض نظريات العقد الاجتماعي ووجهة نظر هوبز وسبينوزا بالموضوع وكذلك جانجا كروسو وبعد ذلك نتناول هيكل وأيضا فكرة أو نقد الدولة أيضا سأتناول هذا الموضوع من قبل ماركس والذي اعتبر الدولة هي تناقضا واخترابا بعد ذلك راح نتناول موضوع المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكيف نراقب الدولة والتمييز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني في الدولة الحديثة في النهاية راح أتحدث عن التمييز بين حقوق المواطن وحقوق الإنسان أيضا إذا صار وقت أو بأجزاء الأخرى راح أستعرض موضوع الأصول الفلسفية لفكرة الحق ومن ضمنها فكرة العدالة الإلهية وفكرة الرأي وأيضا فكرة أو موضوع إهلاطون العدالة المثالية أيضا التفريق أرسطو بين القانون المدني وقانون الطبيعي وأيضا تصور هوبز الحديث حول الموضوع والتمييز بين الطابع الذاتي والطابع المدني أو الموضوعي لفكرة الحق أحاول أن أغطي هذه التفاصيل بأكبر قدر من الإجازة هناك مفارقتان في ما يتعلق بالدولة الدولة من جهة هي مفهوم مجرد لا يمكن حصره بطريقة محددة ومن جهة أخرى هي مفهوم ملموس يستمد من عند الحكام سلطتهم ويوجهون من خلاله أوامرهم وأحكامهم المفارقة الأخرى أن الدولة هي ترمز إلى الحق وتمارس هذا الحق ولكن هي في الوقت نفسه تمارس العنف هو أشبه بكما نقول أنه الإله الذي ممكن أن يعاقبك وفي الوقت نفسه يكرمك ويرزقك ويهديك ويمنحك كل ما تشاء هذه المفارقة هي أيضا موجودة عند الإله وهذا شيء مختلف الآن ما راح تناوله لكن الدولة أيضا تتصف بهذه المواصفات والمفارقات المتعارضة طبعا هي هذه المواصفات المتعارضة هي أصل موجودة ضمن مفهوم السلطة نبيسة لكن إذا ذهبنا أعمق سبب ظهور هذه المفارقات هو أن طبيعة الحياة الإنسانية هي هكذا هناك مفارقات كثيرة أنت دائما في حالة حيرة هل تمارس العنف هل أنت تقسر أو أن تجبر الآخرين حتى من أهلك أصدقائك ما عارفك هل أنت ترغمهم على ما تشاء أم أن تدع الأمور هكذا بطريقة مفتوحة أو تفعل العكس يعني تكافئهم وترحمهم مهما فعلوا فهذه المفارقات هي نبسها ترتقي إلى مستوى مفهوم الدولة وهنا السؤال المهم هل أن الدولة موجودة هي بناء على سلطة تعلو على حقوق الأفراد أم أن هذه الدولة هي مجموع إرادات الأفراد وطبيعة التعاقد الذي جرى فيما بينهم بمعنى هل أن الدولة هي قائمة على ضرورة خارجية خارج على الدولة نفسها أو إرادة علوية مثلا أم أن هذه الدولة هي تمثل ما هو أدناها أي ما تمثل من تحكمهم وهم مجموع الأفراد والذين تعاقدوا فيما بينهم وارتضوا أن يمنحون لهذه الدولة الصلاحيات لأن تحكمهم وترحم بهم أو تعنيفهم كما تشعر هذه الأسئلة طبعا هي شغلة بالمفكرين الفلاسفة منذ زمن بعيد من أيام فلاطون وارستو وبعد ذلك أيضا في العصر حديد من هوبز وأيضا جانجا كروسو وكذلك هيجر طبعا سيقال لماذا نعود إلى أرستو وفلاطون وهم هؤلاء قدماء جدا لكن الحقيقة ليست هكذا الحقيقة بأن هؤلاء قدموا هم أو هم كانوا المرجعية الأساسية لكل نظريات الفكر السياسي وأيضا طرحوا أسئلة وخلافات ونقاشات وحوارات ما زالت مضامينها تشغل بالنا جميعا مثلا مسألة العدالة مسألة سيادة القانون مثلا نظم الحكمة الديمقراطية والديكتاتورية والإليقارية هكذا القضايا ناقشها أفلاطون خاصة في جمهوريته وأيضا ناقشها أرستو فهذه هي لا يمكن أن تدرس أي شيء يتعلق بالسياسة والدولة إذا لم تعد إلى أصول الفكر السياسي المعاصر والتي تكمن في تلك الحقبة طبعا مع الأسف نحن كشعوب نعتز بحضاراتنا القديمة البابلية والآشورية والسومرية والمصرية والكنعانية والآمورية والآرامية لكن حتى الفارسية والإخمينية السابقة عليها والإلامية كلها لم تنتج فكرا سياسيا حقيقيا وأنا أعزوها إلى أننا شعوب لم تصل إلى مرحلة إنتاج المفاهيم إنتاج المفاهيم مشكلة كبيرة جدا تعاني يعاني من العقل الشرقي عموما والعقل مؤلم الشعوب العالم القديم ما عدا اليونان اشترحوا هذه النظرة إلى العالم عبر تحديد مفاهيم محددة مثلا يقول فكرة الحق ومنفهوم الحق يناقشها منفهوم الدولة لكن عندما كانت هناك ممالك وحكومات وسلطات ولديهم أجهزة سلطوية لكن لم يفكروا يوما بطريقة فيها تحويل الأفكار ووضحها ضمن نسق فكري متماسك متكون من منظومة من الأفكار والمفاهيم المبحوثة جيدا وبعد ذلك تنشأ من خلالها علاقات وتنشأ بعد ذلك النظريات ومفاهيم وأنساق فكرية متكاملة هذا اللي كانت شعوبنا تفتقد له ولا نعرف ما هي الأسباب لحد الآن هذا السؤال الأكبر الذي أحاول أن أجيب عليه هو لماذا نحن لا مكان لنا في بحوث من هذا النوع عندما نفعل تاريخ العلم نادرا لا نعود إلى تاريخنا عندما نبحث في أي تاريخ الفن مثلا لن نجد نظريات خاصة بهذا المجال نظريات فكرية أقصد يعني الفلسفية أيضا صحيح موجود علماء عدنا بتاريخنا من التاريخ العرب وحتى بالتاريخ الحضارة العباسية موجود علماء عدنا مبتكرين لا ننكر هذا لكن هؤلاء لا ينتظمون ضمن ما نسميه علم ولا ينتظمون ضمن ما نسميه تيار فلسفي أو تيار فلسفي يولد مدارسه وتياراته ويمر عبر المسار الزمن ويولد بعد ذلك مثل ما أنت الفلسفة اليونانية بعد ذلك ظهرت فلسفة رومانية والفلسفة الحديثة ظهر ديكار ظهر هوبس ظهر جيمس أيضا فرانسيس بيكون وظهروا بعد ذلك مدارس بعد ذلك ظهر كانت ظهر هيكل وكل واحد منهم خلق تيارات يعني لحد الآن هناك تيار الكانتين لحد الآن هناك مدارس هيكلية ومدارس نيتشوية مدارس ديكارتية لحد الآن مبحث النظري والفكري والفلسفة الذي يبحثوه تجد لديه تجد لديه مسارة التطوري والتطوري بحيث بعد ذلك الآن عندما تطلع على حضارة غربية تجد أنهم ينطون على عدد هائل وكبير جدا وواسع من المدارس الفكرية والفلسفية لكننا جميعا لحد الآن لا نجد شيئا من هذا النوع في مجتمعاتنا ابن سينة توفى توفاها الله وراح الفارابي راح لن تجد هناك من تيار يخلف هؤلاء ويقيم تيارات فلسفية بعد ذلك تنتج مفاهيم وتنتج منظومات فكرية تتغلغل في واعي وثقافة الناس جميعا كانت الوحدة السياسية في العصر الهليني يعني هو نقدر نقول عليه يؤرف باسم المدينة الدولة من خصائص الأساسية لهذه المدينة الدولة أن صلاة الناس ببعضهم البعض وأيضا صلاتهم صلاتهم بالمجموعة التي تتعلف منها هذه المدينة الدولة صلاة وثيقة ليس فيها ما نشهده اليوم في الدولة الحديثة من تقديم الشؤون الخاصة على الشؤون العامة كانت المدينة الدولة على الأقل يعني كرن الرابع قبل الميلاد هي الإطار الطبيعي بين قوسين اللي يبحث فيه المواطن الإغريقي في ذلك الزمان عن سعادته وعما به يحقق ذاته على هذا الأساس كانت المدينة تمثل واقع المواطن وهويته وتراثه بما فيه من عقيدة وعلاقات ما تميز به الإغريق في ذلك الزمان هو أنهم كانوا يطيعون قانون المدينة ليس وفقا لأحساس بأنهم من الأمر مفروض عليهم لا هم كانوا يتصرفون بأن هذه المدينة هي ملك لهم وأصبحت طاعة القانون بالنسبة للأغريقي أو الأثيني في ذلك الزمان جزء من إحساس المواطن بذاته وأيضا بانتماء إلى هذه المدينة وليس مجرد خضوع لإرادة خارجية عنه أو لسلطة تفرض عليه وبواسط يعني أشخاص آخرين يلزمونه ما يفعل لا بالعكس كانت حتى ما أعتم مشكلة مشكلة أن الخوف على حرياتهم أو حرية ما نسمي لأن حرية الفردية هذا ما كان موجود بشكل عام لكن كانت طاعة القانون بالنسبة لهم مصدرها ليس الخوف من العقاب فإنما كان مجرد يطيعون القانون باعتبار أنه هذا أمر طبيعي وموافق للصواب على العكس قضية المسألة السياسية ومناقشة المسألة السياسية حصل عندما بدأت بدأت بدأ القانون في هذه الدولة المدينة أو هي المدينة الدولة بحالاتها بدأت تعاني من انهيار عند ذاك بدأ التفكير في مبادئ في وضع مبادئ عامة مطلقة أو نظرية سياسية كاملة وأيضا ضمنها تصور شامل للمجتمع وعلت وجودها مثلا أو طرائق تنظيمة وتسيرة مفهوم الدولة المطلع عنده إفلاطون فيه تفاصيل نوعا ما تحتاج توضيح الدولة عند إفلاطون تنظر من طبيعة الإنسان الإجتماعية باعتبارها أنه من طبيعة الإنسان أن يعيش في جماعة منظمة يتبادل فيها الأفراد المنافع لكن هذه الدولة يجب أن تقوم على مبدأ التخصص أن كل فرد يقوم بعمله وبالتالي حتى يجيد هذا التخصص على الدولة أن تشرف على هذا التخصص وتنميه وتطوره هذا التطوير معناتها أن هناك هدف أساسي لهذا المجتمع هذه الدولة هو أن جمع المعرفة أو إدارة شؤون المعرفة أو إنتاج المعرفة هذه المعرفة تطلب بالتالي أناس متخصصون هؤلاء المتخصصون كما نظر لها فلاطون هم الفلاسفة لماذا؟ لأن هؤلاء هم الوحيدون الذين لديهم الأهلية لاستخلاص المبادئ العامة التي تدير الدولة بها شؤونها وهذا معناه أن الدولة لا تستقيم أمورها إلا متى صار الفلاسفة ملوكا وهذا متضمن تقدرون تشوفون بالتفاصيل في كتاب الجمهورية بالكتاب الأول هنا يقسم أفلاطون المجتمع مجتمع هذه الدولة إلى ثلاث فعات وهي فئة العاملين وهي فئة الأغلبية التي تحركها دوافع الحاجة والرغبة وثمت فئة ثانية أقل عددا تحركها دوافع الشجاعة والشهامة وهؤلهم الجنود أو الفرسان أو الحراس بتعبير أفلاطون وهناك فئة ثالثة قوامها أفراد قلائل تؤهلهم طبيعتهم وتربيتهم لاكتشاف الحقيقة وهم تحديدا فئة الفلاسفة أي أولئك الذين عرفوا بحب الحكمة ويستخلص من كل هذا أفلاطون بأن أفضل نظام سياسي هو ذلك الذي يكون الحكم فيه بيد محبي الحكمة ويترتب طبعا على هذا التصور ضرورة خبؤ الجميع للحكمة وهي حكمة لا يحدها حد ولا تقيدها قيود غير قيود القيود النابعة من طبيعتها ذاتها من هنا يصبح إخضاع السلطة لأهواء العامة معناها إخضاء هذه الطبيعة العليا أي ما هو سامن كالعقل والمعرفة والفضيلة للطبيعة السفلة أي ما هو غرائز وشهوات ونزوات وانفعالات وهذه تحديدا مشكلتنا مشكلة شعوبنا دائما نحتكم إلى شهوات الطبقة الثالثة التي يصفها بأنها الطبقة الأغلبية مشكلة شعوبنا هي هذا وهذه الطبقة الثالثة هي يعني داخلها طبقة أساسية هي طبقة الحكام وأنا دائما عندي طرح أقول بأنه نحن شعوبنا مشكلتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم الحكام والسياسيين وقسم الكهنة وقسم العامة العامة هؤلاء ضمنهم مثقفين ضمن أهل الحرف والمهن والفلاحين والجميع وضمنهم في الطبق العليا من العامة هم رجال الدين هؤلاء هم الذين يتحكمون بأمر الجميع الحكام أيضا يفرزون من داخل هذه الطبقة العامة ولكن كلهم يقعون تحت رحمة الرجال الدين الرجال الدين الذين يغازلون العامة بطريقتهم وبالنتيجة النهائية دائما تجد الدين الشعبي هو المتسيد وهو الذي يتحكم بالأمور ولا نجد هناك طبقة من الحكام أو الفلاسفة الذين يديرون شؤون الدولة وينتجون النظام السياسي أو يضعون النظرية السياسية المتكاملة التي تدير الشؤون بطريقة عقلانية وليس فيها شطط وليس فيها انفعالات ولا غرائز ولا شهوات ولا لزوات وانفعالات العامة المعروفة وأيضا المصيبة الأخرى أنه رجال الدين اللي يشرفون على طبقة العامة بالنسبة لنا هؤلاء تجد أنه بناتهم صراعات لا أول لها ولا آخر وبما لا يفرز أنظمة دينية متماسكة على الأقل ولديها نظرية سياسية واضحة المعالم ممكن الاحتكام إليها دائما هناك الأمور رجراجة كلام عام هذا حاكم جيد مات الملك عاش الملك بهذه الطريقة كل شيء رجراج وغير منتظم ضمن رؤية دقيقة أو تقسيمات واضعة كما فعل أفلاطون هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلنا نختلف عن طريقة رؤية اليونان لمجتمعهم لبلدانهم لأوضاحهم رؤية فيها تنظيم وفيها تقسيم وهذا التقسيم بدأ ينتج أخطاءه وأيضا ينتج تجاربه وهذه التجارب تنبني على تجارب أخرى وهكذا يتطور نحن لم نؤسس هذه النظرية الأساسية التي تقوم عليها دولنا ومجتمعاتنا نظريتنا البسيطة جدا هناك إله هذا الإله أرسل إلينا كذا وانتهى الموضوع كلام عام يعني ما تعرف شو الموضوع والدليل أنه الرسول توفيه ولم يخلف أحده ولم يضع نظرية سياسية يمشي عليها الجميع وهذا ليس عيبا في الرسول لا هو النسق الفكري الذي كانت تعيش عليها جماهر في شعوبنا في ذلك الوقت وقبله وبعده هو نسق لا يولد أنظمة دقيقة ومعرفية فيها من العقلانية التفكير العقلاني الكثير وحتى إن وجد هذه النظرية السياسية أو النظرية الاجتماعية التي تدير شؤون البلد أو المجتمع أو الجماعة على الأقل لن يجد فرصة لتحقيقها بسبب غلبة الوجهة النظر الشعبية أو الشعبوية طبقة العامة قليلية المعرفة والثقافة ومن ضمنهم رجال الدين هؤلاء دائما يقفون حجر عثرة في أي طريق للتفكير ولفحص الأمور بشكل عقلاني الآن مفهوم الدولة عند أرستو الدولة بالنسبة لأرستو هي تعتبر غاية الوجود الإنسان ويركز على مبدأ أساسي وفكرة أساسية يقول فيها بأن الإنسان هو حيوان سياسي ولكنه ينطلق من الفكرة نفسة التي انطلق منها أفلاطون وهي أن الإنسان يحتاج أو يجنع بطبيعته إلى الاتحاد مع غيره وكما قلنا لأنه حيوان سياسي ولأنه لا يستطيع أن يكتفي بذاته وهذا ممسألة بديهية كله نعرفها والسبب هو أن حاجات الإنسان المادية الأولية تختضي وجود عائلة لكن هذه العائلة المشكلة لا توفر كل ما يحتاجه ومن ثم وجب اتحاد عدد من العائلات في قرية أو تكوين ما لتوفير حاجات أفرادها المتزايدة لكن هذين هذين النوعين من الاتحاد أي العائلة مع القرية أو الأسرة مع القرية وإن كان يعني كافيان لست حاجة الإنسان يعني من مأكل وتعاون وضمان أيضا لبقاء النوع حتى أمان لكنه لا يوفر ما يسمى ما يسميه أرسطو الحاجات المعنوية التي بدونها ما يمكن لكيانة أن يكتمل باعتباره كأن يختلف في طبيعته عن سائر المخلوقات وهو من الكائنات التي تشعر دائما بالحاجة إلى الخير وإلى العدالة والدولة بالتالي هي التي تمثل أرقى أنواع الاتحاد الإنساني لأنها وحدها تستطيع أن تحقق الإنسان أكمل حياة المادية وأخلاقية ممكن هكذا يرى الأمور أرسطو وهي فكرة نفس فكرة وجود يعني الدولة بالنسبة لأشبه بالإله هذا الذي الإنسان دائما بحاجة إلى نموذج أعلى يسير عليه صحيح أنت توفر لديك الأكل والملبس والأمان لكن هذا لا يكفي أنت بحاجة إلى انتماء روحي أو انتماء يحقق غاياتك في العدالة والخير وتطوير ذاتك أيضا لكن ضمن دولة ونظام سلطوي أو نظام ديني بالتعبير الشرقي الغاية أيضا من وجود الدولة كيف نبحث عن هذه الغاية الغاية تنبأ من طبيعة الإنسان نفسه معنى هذا أن الدولة أو مفهوم الدولة محكوم بمبدأ الغائية يعني هذه الدولة موجودة من أجل غاية محددة وهو هذا المبدأ الكامل في البشر جميعا وفي طبيعتهم ذاتها وهو الكامل في رغبتهم بإنشاء دولة هذا المعنى شنو معناته تكون الطبيعة والغاية اسمين لمسمى واحد باعتبار ماذا باعتبار أن طبيعة الشيء إنما هي غايته هكذا بتعبير أرستو أي هي الشيء ذاته وكما يقول وقد بلغ تمام نموه على أحد عبارة أرستو مسألة الطبيعة عند أرستو طبعا هي معناها لا يعني ما هي تلك نفسه فقط إنما تعني أيضا غاية من أجل هذه هذه الذات التي وجد من أجلها هذا الكامل نفسه أي ما يجب أن يبلغه عند تمام تطوره وهو ما لا سبيل له بدون وجود دولة باعتبارها هي باعتبارها متممة لوظائف الفرد والأسرة والقرية هنا لازم نحدد فارق فارقين أو فارق أساسي بين وظيفة الدولة من جهة ووظائف أنواع التجمعات الإنسانية الأخرى مثل الأسرة والقرية الفارق هنا يكون نوعيا و نوعي أو معنوي معنى ما بالدرجة الأولى ليش؟ لأن التجمعات الإنسانية المختلفة هي التي تضمن شروط الحياة المادية المعيشية لغية بينما تضمن الدولة وعدها شروط الحياة المعنوية السامية ليش؟ توضيح أكثر لأنه الدولة تضمن هي التي تضمن وجود الخير وتحقيقها وهذا الخير أين موجود؟ كامل في طبيعة الإنسان نفسه وهذه هي هذه الفكرة عند أرسطو أساسية لماذا؟ لأنها مدار التقابل بين يعني هي الأساسية لأنه من خلال نعرف التقابل بين الفكرة أو الفلسفة السياسية عند فلاطون وأرسطو من جهة والمؤسسية الفلسفة السياسية الحديثة لسيما هوبس هنا هوبس سيقلب الطاولة على الجميع ويغير الموضوع بأكمله وهذا يعني خلينا نعرف كيف تغيرت النظرية السياسية وأصبحت قائمة على القوة وليس على الخير وما شابه أو الحكمة بالمعنى الفلاطون الأرسطو والآن أصدقائي مع مفهوم الدولة في الفلسفة السياسية الحديثة وسأكتفي بهوبس وبعد ذلك في أجزاء لاحقة أقدم بقية الأجزاء أولا هوبس اعتبر هوبس الدولة وحدة إدارية بين أفراد جمعهم عقد تعاقل وهي بدأت من خلالها نظريات العقد الاجتماعي هوبس انطرق من مقدمة رئيسية تقديم الأمن على الحرية حرية الأفراد لا هناك تقديم للأمن على هذا المبدأ طبعا هم موجود في تاريخنا العربي الإسلامي ودائما هناك تقديم للأمن على الحرية لكن بطريقة مختلفة تماما وغير منظمة وغير مندرجة ضمن اجتماعية طبعا يقوم يقول هوبس بطريقته ماذا يقول يقول الفرضية الأساسية لقى ممثلين نظرية الكلاسيكية اللي هما الطابة الكبار كما قلنا فلاطون وأرستو هؤلاء انطلقوا من فرضية قائمة على اعتبار أن الإنسان حيوان اجتماعي بطبعه في حين ماذا فعله يقول لا لكن هوبس ماذا فعله لا قال قلب الموضوع ونقضه نقضا تاما وقال أن الإنسان غير حيوان غير مؤتلف بطبعه مع غيره من الناس أي مع المجتمع ف يعني اختلف الموضوع تماما وهذا يعني يعني أنط هوبس أهمية كبرى وطرع مالة أحدث وقعا كبيرا في الفلسفة السياسية عموما والفكر عموما وهذا هو اللي دائما تسمعون بهوبس وهي هاي القضية الأساسية اللي ثارها تخليك تعرف من الذي جرى بالضبط أنا سمعت كثير من محاضرات قرأت كثير من كتب لكن بعد ذلك وصلت إلى هاي القضية الأساسية أنه الإنسان يقول لك لا الإنسان كأن عدو لأخي الإنسان لكن لا يقارنها لك مع النظرية السابقة ويضعها في مواجهة بحيث نفهم ما جرى بالفعل لا يقول لك الإنسان غير اجتماعي ولا يمكن أن يندرج في جماعة وهو شرير بطبعا هذا ماذا ينتج ينتج أن هذا الإنسان هو لديه نفور كبير جدا من الدولة والسياسة عموما والحكام في جبلته يعني هو من طبيعته الأساسية هذه هنا احنا كما قلت إزاء تغيير جذري في فهم طبيعة الإنسان وبالتالي نحن إزاء تحول تام وكل في طرح مسألة الدولة والمسألة المركزية واللي هي المسألة المركزية في الفلسفة السياسية هنا نعيد الترتيب لأمور انطلقت الفلسفة السياسية الكلاسيكية في تصور الدولة مفهوما ونظاما من طرح السؤال التالي يعني هذا السؤال اللي تم طرح كيف يجب أن تكون حياة الإنسان أما مع فلسفة الحديثة صار السؤال مختلف كيف يعيش الناس في الواقع لاحظوا الفرق الهائل بين الاثنين وهي طبعا المقدمات كانت مع ميكافيل عند الأمير عندما لم تركوا جانب الحكمة وأنه الحاكم يجب أن يكون من هذه المواصفات وطبيعة الخيرة ويكون رحيم وحكيم وما إلى ذلك وحتى شوفونا عند الماوردي والسياسة بالمفهوم العربي أيضا لا تعني السياسة بالمعنى الأرسطي ولا بمعنى السياسة كله العلمي المعاصر أو حتى من أيام فلاطون لا السياسة بالنسبة لها سياسة الخيل وعندما يتحدث عن السياسة المفكر العربي أو الفقه العربي القديم من المواد وغيرها يتحدث عن سياسة بيت الخليفة أو حاشيتها وكيف يسوس بيت الدولة أو دولة الخليفة بمعنى العائلة الملكية أو العائلة الخليفية هي دولة بني أمية أو دولة بني عباس كيف يدرون الشؤون الحاشية والوزراء والبلاط الخاص بهم إذن أصبح السؤال لدينا الآن كيف يعيش الناس في الواقع وليس كيف يجب أن يعيش الإنسان والناس عموما هنا لا أتذكر أننا تحدثنا عن الفلسفة الكلاسيكية التي أخصد بها فلاطون وأرستو رحب معي الكلام مرة ثانية هي حددت مفهوم القانون الطبيعي حسب الغاية التي هي مآلة الإنسان اللي حدثها أرستو اللي هي يعني حددت مفهوم القانون الطبيعي حسب الغاية التي هي مآلة الإنسان متى بلغ تمام تطوره ورقيه ماذا فعل هوبس هوبس أخذ من الفلسفة السياسية الكلاسيكية الأفلاطونية والأرستية مفهوم القانون الطبيعي لكن ماذا فعل فصله فصلا تاما عن فكرة الرقي الأخلاقي بأتبارها غاية القانون الطبيعي وبالتالي غاية الدول هاي طبعا اللي شن عليها المسيري عبدوه المسيري وقاريها الطريقة خبيثة ويشوها لكن الأمر ليس هكذا هو مجرد يحاول أن ينال من الفكر السياسي والتفكير الحداثة أو ما فعلته الحداثة على صعيد الأفكار عموما فهذا سأخص الحلقة أرد بها على المسيري الذي مرر هذا المسألة على كثيرين وقال أن الحداثة تفتقر الأخلاق يعني كيف الحداثة تفتقر الأخلاق وإلى القيم مع أن القيم هي مفهوم القيم الباليو مفهوم حديث جدا ومأخوذ أصلا من القوانين الرياضية والفيزيائية مفهوم القيمة المعروف لرياضيات والحسابات وسحبوه هذا المفهوم على العلوم الإنسانية والاجتماعية عموما فبالتالي أنت تأتي وتأخذ مفهوم القيم يقول لا ما أجل قيم إحنا لأدنى قيم وقيم تعاقدية ويضرب مثال بأبو زيد الهلال الذي انتصر لأمرأة طالبته بالظلم هذا الموضوع راح ناقشه بعد ذلك لكن هو مجرد يهدف إلى الطعن يعني مجرد يعاد الآخرين وينتقدهم لأجل ليس لأجل أنه يطرح موضوع فكري وموضوع فيه نقاش وفيه جذال وفيه محاولة لتجاوز الأخطاء وتصليح لا هو بالنهب هدف فقط تحويل الأمر إلى الصراع بين جهتين بين فريقين أو بين بين دولتين أو امبراطورتين أو تصور امبراطوري فهو يحول موضوع لمجرد الصراع في حلبة لا علاقة له بالفكر ولا بالقضايا الأساسية التي تشغل بالإنسان وتحاول أن يقدم نهج حقيقي عموما هوبس طرع السؤال التالي ماذا سأ قال ما هي أشد الدوافع أثرا في سلوك الإنسان بعد بحث طبعا في كتابه المعروف الإنسان راح مبالي اسمه ما حب اسمه طويل الفناثان نفاثان اللي هو من كلمة عبرية مأخوض لبيان لبيان تبين من بعد هذا السؤال ما هو أكثر دوافع أثرا في سلوك الإنسان هي أن الإنسان محكوم بالهوى لا بالعقل وهذه النتيجة التي خرج بها هوبس وهي طبعا نوعا ما بالقرآن الكريم تلونيك آيات تتحدث عن الإنسان بهذا الصيغة تقريبا لكنها لم تتحول إلى المنظومة السياسية مجرد كرام لكن ما لا فعل هوبس حولها إلى تقدم نظرية السياسية على هذا الإساس وهو قال ما دام الأمر هكذا فأن الخوف الإنسان من الموت هو أشد الحاسيس وطعه على هذا الإنسان واعتبر هذا الهاجس أهم مكون من مكونات الإنسان واعتبر بالتالي هذا الأمر هو المحدد الرئيسي الذي يقود الإنسان ويحكم سلوكه على هذا النحو حل هاجس الخوف من الموت عند هوبس ما حل فكرة الغاية عند ممثلي الفلسفة السياسية الكلاسيكية الآن أصبح الهاجس الخوف من الموت هو الذي يحرك الإنسان وليس الغاية المثالية التي تحدثنا عنها في فلسفة أرسطن القانون الطبيعي بالتالي ينبغي الذي أخذه من الفلسفة كلاسيكية ينبغي أن يستنتج من غريزة حب البقاء والمعبر عنها بحق الفرد في الحياة وهذا الحق هو المعبر الوحيد للقوانين والعدالة والأخلاق أي لجماع مقومات الدولة ومن هنا استنتجه أن دور الدولة ينبغي أن يتمثل في المحافظة على حق الفرد في الوجود وأنه هذا الحق الطبيعي من هنا توصل هوبز إلى مفهوم الحق الطبيعي الآن عرفنا هذه المفاهيم يعني الآن أصبحت طبيعية نسمحها لكن حتى نعرف كيف تم اشتقاقها بهذه بالطريقة التي فعلها هوبز وهي من أنتها بعد ذلك طلع مفهوم الحق الطبيعي واستمروا موجود كثير من الدساتير والقوانين بالعالم حاليا بعد ذلك ماذا استنتجز قال لما كانت المحافظة على الحياة حق طبيعي للناس جميعا فأن ذلك مؤدن بالضرورة إلى حقهم في إيجاد الوسائل الكفيرة بالدفاع عن ذلك الحق ولكن السؤال هنا من الذي يوكل إليه تصور تلك الوسائل وتقدير مدى جدواها ونصيبها من الصواب هذا السؤال المهم الجواب هنا هنا تسكب العبرات كما يقال وبالنسبة للإكلاسيكيين على طريقة الفلسفة الكلاسيكية يقول لك لازم هذه المسألة أنه كل هذا رجل يتسم بالعكمة أيضا قلب الطاولة مرة ثانية صلى يعني ما عندنا حكمة يعني نستلمها لأندي نفوت فقط الحكمة ما تفيدنا بالموضوع يعني هو الحكمة تحدثنا عنها عندما إذا تراجعون كلامي عن فلسفة أرسطو وقبل أفلاطون لا إحنا ما نحتاج حكمة ويجب أن لا نوكل الأمور فقط لأنه لديه حكمة لا إحنا نوكل الأمور إلى من لديه نفوذ وهذا النفوذ طبعا لا يكون له لا تكون لديه فيه جدوى حقيقية إلا بشر أن يكون صادر أو مقبول من قبل رضا المحكمين والمحكمين قابلين بنفوذ هذا الرجل أو الحاكم وأيضا خاضئين له برضاهم يعني ليست مسألة إجبارية هذا يعني إجبارية يعني ليست مسألة إجبارية مسبقا لا هو بالبداية يجب أن ينال هذا الرجل الذي هو أكثر نفوذا بالمجتمع هذا هو الذي يجب أن يتولى الأمور لكن هذا يعني أن خضوع المحكم إلى الحاكم ليس اهتداء بحكمته نال قضية التي يجب أن ننتبه إليها إنما هو تأسيس لسلطته باعتبارها الضمان الأساسي للمحافظة على حماية الفرد وصيانته من عدوان الآخرين يعني أنا ما جدوى أن أحتكم إلى شخص مجرد أن ألجأ إلى شخص حكيم أو نبي أو أنازل من السماء والله قال عليه أو محفوظ أو محصوم أنا ما جدوى ذا هو ما عنده نفوذ يعني ما جدوى أن أنا أنصب الوالي أو الخليفة أو الإمام أو الولي الفقه أو أي شيء وهو ليس لديه نفوذ ليس لديه صوت بين دول العالم وليس لديه قوة على تطبيق مشاريعه وحماية مواطنية يعني ما معنى مثلا الشخص مثل صدام السين يحكم العراب هو بس يجعجي 14 ساعة لكن بالنتيجة أنت ما عندك نفوذ صحيح عندك نفوذ لكن لم تحظى برضى المحكومين أرغمتهم على كل شيء الرجال الدين أيضا نفس الحالة الكبار أيضا عندنا مثلا نخامنين لا يحظى برضى المحكومين يعني هناك انتخابات لكن انتخابات مأسوبة شكليا معروف من الذي يدخل في الانتخابات ومن الذي لا يدخل فهي بالتالي هي محددة بأطر محددة يعني ليست أمر مفتوح وداء مجتمع لا يعتبر مجتمعا حرا إنما مجتمعا يعني مقادن بطريقة أو بأخرى وعليه فأن رضى جميع المحكومين هنا أحد رضى جميع المحكومين هو أساس العقد الاجتماعي المجسم في الواقع من خلال إرادة الحاتم بهذا المعنى لا يعد العقد الاجتماعي أن يكون في النهاية هو عقد خضوع وهذا من شأن ماذا من شأن أن يحصر ألة وجود الدولة في المحافظة على حيوات الأفراد وسلامتهم وأمنهم ومن هذا المنطلق طبعا يضحي كل فرد بقوته الخاصة في سبيل قوة كفيلة بحفظ حياته وأمنه وعائلته وكل ما يملك لكن هذه التضحية ليس معناها أن هذا الفرد تخلى عن حقه إنما هو قدم أو قدم تفويضا لصاحب النفوذ الذي 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 نمنحه النفوذ علينا والحكم إحنا منطينا تفويض وليس سلطة مطلقة إحنا هناك عقد بيننا وبينهم طبعا طبعا بعد ذلك يجي فوكو يقول هذا المسألة غير أنا عندي حلقة عن فوكو ومفهوم السلطة عن فوكو وبعد ذلك سويت حلقة قبل سنة بس ما نشرتها أعتقد للمشتركين أنا بالمناسبة قدمت تقريبا حدوث 30 فيديو غير منشور وخصصها فقط للمشتركين في القناة فمن يود أن يشترك في القناة ويصير من المشتركين فيها ممكن يشاهد هذه الفيديوهات و يعني أتمنى يكون هناك مشتركين وأسمع أراهم يعني يصير مثل جروب داخلي من الذين يودون أن نناقش هذه الأمور وأيضا ممكن نسوي ندوة مشتركة في يوم من الأيام مع المشتركين فقط مفهوم العقد الاجتماعي هنا بدعة طبعا هناك كما قلت فوكو وبعض المفكرين ترضى على فكرة وجود عقد وأن هناك مجموعة الدولة يتكون من المجتمع مجموعة أفراد تعاقدوا واجتمعوا فيما بينهم وفوضوا حاكما يقولون هذا الأمر لا يحدث في الحقيقة لكن هي المسألة ليست هكذا يعني هناك أكو خطأ بالفهم أنه أنت ممش بالشرق أنه يجي الحاكم وامتلك الحكم وأن هناك أو ناس وقعوا عقدا وفوضوا حاكما لا هو يأطيك نموذج نظري لما يحجر فبالتالي ليست الأمر ممكن أن نعتبر أنه هناك أمر على الأرض وقع إنما هو يقدم نموذج تمثيلي لما يحصل وبحيث هو يمرر كل هذه الأفكار اللي من خلاله كما رأينا يعني طلع أو استنتج أو استنبط أو اشتق مفهوم الحق الطبيعي وبعد ذلك مفهوم أنه الحاكم هو الذي الأكثر نفوذا والذي يحظى برضى العامة فهي الموضوع هكذا يعني مثل قصة الأب الذي قتله أولاده عند فرويد فهي هو يطيك حدوته أو قصة أو حتى فكرة الأساطير القديمة هي تقدم لك فكرة حدوته لكن هذا لا يعني أن هذه الحدوتة حدثت فعلا وهذا هو الخطأ الذي يرتكبه المؤمنون والمتدينون الذين يصدقون مثلا قصة آدم محمود هي قصة حبكة معينة أو سردية تتوصل لك فكرة لا أكثر ومن خلال هذه الفكرة يتم تأسيس معرفة ويتأسيس تأسيس منظومة أخلاقية أو سياسية أو دينية أو أي شيء بالنهاية بالنهاية قبل أن أتحدث عن سبينوزا هذا التفويض هو معنى العقد وجوهرة عند هوبس أن الدولة بالتالي كتعريف هي القوة أقرأها بالضبط القوة التي تحمل الناس حملا على احترام العقد وتفرض عليهم الخشة والامتثال والامتثال وهي عند هوبس كالغول أو لفياثان والذي لا يتجرأ الناس على أصيانه طبعا رحيه سبينوزا وأيضا يقلب الموضوع شوفوا الفلسفة كيف تؤثر وتغير مصائر الشعوب وتغير أفكارهم وتطور من وعي الناس والبعض يقول لك الفلسفة لا جدولها ولا قيمة هل تعلم حيات أن كلها قامة على الأسس وضعها الفلسفة ونفكرون فالكثيرون من الجهلة لا يدركون معنى الفلسفة ونشرت قبل الأيام في صفحتي على الفيسبوك شيء من هذا القبيل قلت ناكت صنفان من الناس صنف يفهم معنى الفلسفة وصنف لا يفهم معناها هنا يأتي سبينوزا ماذا يقول يقول لا وجود لدولة بدون حرية هذا العنوان الرئيسي لا يمكن تصور وجود دولة بدون حرية ولكن هنا نسأل ما هي الدولة عند سبينوزا وما هو مفهوم الحرية هنا طبعا سبينوزا من أرؤى من أكثر الفلسفة اللي أحبهم وقريب إلى قلبي ومخلص مخلص في أفكاره ونقي إلى حد كما يقال هو ما عارف ما يسمونه أمير الفلسفة أو شيء من هذا القبيل تقديم الأمن على الحرية في تصور الدولة أد هوبس كما قلنا هوبس قدم الأمن على الحرية إجا سبينوزا قال لا الحرية هي الأولى وبالتالي كان هذا مطعن الذي وجهه سبينوزا لهبس وقال في واحدة من الرسالة أنه سألوني إذا كان بيني وبين هوبس أي خلاف في المسألة السياسية وجوابي هو أن الاختلاف كامن في تشبثي تشبثي المستمر بالحق الطبيعي وهذا يعني أن الحياة في ظل الدولة ينبغي أن تكون امتداداً للحياة في هيئتها الطبيعية الأولى أكرر يعني عبارة جداً مهمة هذا يعني أن الحياة في ظل الدولة ينبغي أن تكون امتداداً للحياة في هيئتها الطبيعية الأولى أي أننا نحن موجودين كأناس نمارس حياتنا وحريتنا وكل شيء وظيفة الدولة أن تحرص على بقائنا في هذه الحالة أن لا تسلبنا حريتنا الدولة تسوي دولة ناجحة الدولة الناجحة هذا معيارها معيارها أن تجعلني أعيش حراً سعيداً لا أقدم تضحيات من أجل هذه البقاء ضمن هذه الدولة والنيل خدماتها لا أنا مستعد أخدم هذه الدولة ومستعد بالكامل لكن على أساس أن تحافظ على حريتي هذا واجب الدولة وأن لا تتجي تحكمني تسيطر علي وتستعبدني أو تستغني أو تقول أنا هذا حكم الله لا هذه يعتبرها وصفة دمار ووصفة خراب وتنتهك هنا القضية لأسان تنتهك الحق الطبيعي للإنسان إنسان يولد حراً ويبغي أن نحافظ على حريته ويبغي أن لا نستغله وندمره هذا الفكرة الأساسية هناك أيضاً اختلاف ثاني بين سبينوزة وبين وهوبس يتمثل بماذا؟ يتمثل بأن الأمن لا يمكن تصوره بدون حرية يعني هنا اللفتة الذكية جداً والعبقرية طبعاً من سبينوزة اللفتة العبقرية أن الحرية هي الأولى والثانية أنه لا يمكن أن يتوفر الأمن بدون حرية وهذا فعلاً عندما نراجع التاريخ تجد أن هذه الحقيقة الأساسية هنا سبينوزة ما الذي يفعله يعني هذا دعم نقول فكرة المفاهيم أن نحن نعاجزون عن تصور المفاهيم بحيث ننتج ونبتكر المفاهيم عند ذلك نستطيع أن نفهم ونؤسس معرفة هو قال هناك حرية حرية مفهوم الحرية وضع مفهوم الحرية هناك مفهوم الأمن وضع مفهوم الأمن مفهوم الدولة مفهوم الحق الطبيعي هذا المفاهيم جمعها مع بعض وقال لا وعندما تلاحظ أن كل شيء يحدث يعني مثل معادلة في The Hors هذا القانون وضعه بهذه الطريقة فعندما تجي تطبق أي شيء ينطبق عليه ويتماثل وتستطيع من خلال انتاج المعرفة وهذه مسألة انتاج المعرفة هي مشكلتنا في عالمنا العربي الإسلامي والشرقي عموماً نحن لا ننتج معرفة وإن انتجنا معرفة فمعرفة مخطوعة ومشتتة ولا يمكن استمرارها مثل خوارز مثلاً وضع الجبر ووضع الخوارز ميات لكن بقيت متروكة لاحظ عندما دخلت في منظومة غربية احنا بدينا نفتخر انت بخير دخلها في منظومتك انت أصلاً ما عندك منظومة منظومة علمية منظومة مؤسسات وهكذا حتى ما أطلع من الموضوع هنا خلافين خلاف الأول ان الحرية مقدمة على الأمن وان الأمن لا يمكن توفره بدون حرية هنا ماذا يقول اختلافين بينه وبين هوبس هوبس ايضاً اختلف عن كما قلنا عن الفلسفة كلاسيكية اللي قائمة على الحكمة وليس النفوذ بل قال ماذا قال اسبنوزا بالضبط قال ان الحرية الحرية هي غاية وجود الدولة وإلا ما معنى امتداد الحياة في هيئتها الطبيعية الأولى وكيف تؤسس الدولة كما قلنا قبل قليل حتى وضحها ان الخاصية الأساسية في هيئة الإنسان الطبيعية الأولى هي في رأي اسبنوزا ان يحافظ الفرد على ذاته بكل حرص وبطرائق شتى وانشئته يعني حتى نكون اكثر دقة سنقول مع اسبنوزا ان تستمر ذات الإنسان وطبيع الإنسان يستمر في حياته بشكل طبيعي وفق طبيعته هذا هو الشرط الأساسي انتهاك هذه الطبيعة مسألة لا تجوز هنا المبدأ وطبعا فيه النوء المثالي لكنه عندما يحدد غاية الدولة حتى مسألتنا الآن مو أن يعني انه هذة مسألة ممكنة أو غير ممكنة يتعدنا دولة سير سلطة مشكلة لكنها غاية الدولة نحددها مقدمة عندما نحدد غاية الدولة خلاص ما تنتيج على منظوماتنا المتخلفة القر وسطية أو حتى البدائية لا غاية الدولة طاعة الله ما هي طاعة الله لا تناقش لا تعرف شيء وأصلا أنت عبد ليس لديك لا عرية ولا أي شيء الإنسان هو رحيم حظه من هذه من الحصول على هذه القدرات بالتالي مسألة الحفاظ على الذات والبقاء عليها أصبحت مسألة مهددة أو معرضة للخطر في كل لحظة وفي كل أوان بالتالي لابد من أن يوجد هاجز للمحافظة على الذات وهنا ماذا يقول سبينوز يقول أن هاجز المحافظة على الذات لإستمرارها في الحياة وفق طبيعتها هو أساس الانتقال من هيئة الطبيعة الأولى إلى الحياة في إطار المجتمع وفي ظل الدولة ويقول حرفيا ولتحقيق حياة آمنة كفيلة بتبليغ كل فرد لغايته دفع الناس بالضرورة إلى التوحد في كيان معه صار حق كل فرد وهو حق حاصل جبلة أو طبيعة محكوما لا بقوة الفرد وعتوة أهوائه وإنما بقدرة المجموعة وإرادة أفرادها كلهم والدولة بعد ذلك هذا معناه أن الدولة لا تنشأ إلا على أساس الميثاق المجسم لتلك الإرادة الجماعية السؤال هل يعني هذا أن نشأة الدولة هو قضاء على حق الفرد الطبيعي هنا السؤال المهم هل تنجيب على هذا السؤال علينا أن نتذكر أن وجود الفرد عند سبي نوزا قائم على ضرورة كونية تحتم على الفرد أن يحافظه بشكل أو بآخر على ذاته ومن المفروض على هذا الأساس أن لا يجد الفرد في ظل الدولة حقه الطبيعي فحس وأنما أن يجد فيها أيضا ما به يعفظ هذا الحق ويتم تسكيته وتأكيده وذلك لن يتحقق إلا بفضل ما تحققه الدولة للفرد من تحرر يتجاوز به خوفه الطبيعي وهنا حتى نوصل إلى تعريف الدولة عند سبي نوزا هنا الإنسان كل ما يحافظ على حقه الطبيعي وأيضا صانع أمنه وتجاوز خوفه في ظل الدولة لا يجب أن يؤدي هذا إلى ضمان حقه في الحرية وقدرته على التمتع بهذه الحقوق أو التمتع بهذه الحرية هنا ننطلق حتى من حق يعني ننطلق من حق الفرد داخل الدولة أو المجتمع في الأمن أولا والحرية وهم حقان من أين صدراك من الحق الطبيعي للإنسان أو من طبيعة الإنسان نفسه يصبح تعريف الدولة هو أن كالعاتم أن أفضل دولة لهي تلك التي تحرص على ضمان الأمن وتسهر على تدعيم الحرية هنا أدلت ثلاث مفاهيم الأمن الحرية الدولة الآن أختم مع روسو وعلى أن أكمل أكمل بعد ذلك ما يتعلق بهجر وأيضا ماركس وبقية المواضيع فقط أختم بروسو بأن الحلقة صارت طويلة روسو انطلق قال بأن العدالة هي التي تحل مع محل الغريزة أيضا انطلق سبينوزا من فكرة العقد التي طرحها هوبس لكنه ماذا يفعل ينضي بها إلى مدها الأقصى فيقول أن الفرد هو الطرف في العقد الاجتماعي وموضوع العقد أصلا يعني هو بحد الوقت نفسه هذا شنو معناه معناها أنه يجب أن يكون له دور بتأسيس هذا العقد ويجب أيضا من المقابل أن يلتزم باحترام هذا العقد بالتالي العقد بالنسبة لروسو مهم جدا بالنسبة للفرد أولا وبالنسبة إلى المجموعة ثانية السبب ماذا؟ السبب لأن الفرد ذلك لأن الفرد صادر قبل العقد عن مجرد رغبات لا تحددها مبادئ ولا توجهها سنن معنا أن الفرد قبل العقد هو مجرد عنده رغبات ما عنده شيء لا نظام ولا أي شيء كما هو حال نحن بيجو الشعوب لحد العالم أما بعد العقد وبفضل هذا العقد رح يتحول الفرد إلى إرادة يحكمها العقد يعني من فرد موجود حر طريق أو محكوم أو مجبور على أي شيء يتحول من فرد عنده رغبات يسب الحكومة يسب الدولة يسب الخليمة يسب الشيخ يسب مباجئة غير واضحة المعالم ما فيها لمباجئ ولا توجهها السنة مجرد كلام طاعة الله ورسوله وما لذلك طاعة الشيخ وطاعة الإمام كلام عام يعني المهم بالنتيجة أنت خاض مرغم على كل شيء فبالتالي أنت أيضا مجرد تبقى عندك رغبات بأن تاخذ بعض حقوقك وتشكر من يمنح لك يمنح يمنحك بعضها لا هو عندك وبعد أن تنتظم في سلك الدولة هذه أنت راح تتحول إلى إنسان لديه إرادة ولديه سلطة عقلية على هذه الإرادة يعني ليس مجرد هو دخل ضمن دولة يعني أصبح كائن أو فرد منظم داخل دولة أيضا منظمة وفيها عقد اجتماعي يشمل الجميع هذا يطينا صورة أن الإنسان يتحول من الصيغة الفوضوية الرجراجة العامة التي لا تعرف بأي لحظة ممكن تنتهك حقوقك ميليشيا تأخذك وتكتب تعليق في فيسبوك أو بأي مكان يجون يأخذونك لأنه أنت انتهكت المبادع والقيم والمقدسات وما إلى ذلك لا أنت موجود موجود ضمن عقد ولديك عقد بعد دولة هذه هذه الدولة التي تضم عليها وهذه هي التي جعلك ترتقي من هذه الحالة إلى حالة فيها موضوع ضمن إطار إطار محكوم بالعقل وفيه كل شيء واضح معالمة وواضحة أهداف النهائية هذا الشيء الذي لا يوجد لدينا وهذا الذي يوضح أنه لماذا نحن ما زلنا متخلفين لأننا لا ندرك الأمور بهذه الطريقة المنظمة الواضحة الدقيقة في توزيع المفاهيم والأدوار والمواصفات والتفاعلات لا احنا كل شيء رجراج وعام بس لساننا طويل نتحدث كلام هذا العلف البلاغي اشبع من عنده هذا العقد الاجتماعي وفقا لجان جاكروسو هذا هو تحول إيجابي وارتقاء إيجابي في نوعية الوجود أو التواجد الإنساني وهذا التحول العقد أو هذا الاتفاق هو موجود داخل الفرق يعني أنت مؤمن بهذا الميثاق وأنت يعني اقتنعت بهذا الميثاق بعد ذلك يصير عندك العقد يتم ليس بينك وبين الأفراد الآخرين لا أنت يصير أنت كعقد مع منظم مع دولة مع سيستم أنت فرد وإذا سيستم اسم الدولة هذا السيستم أنت بينك وبينهم عقد مثل ما يقول آية سورة سورة التوبة إن الله اشترع مني أنفسهم ومالم على أن يضمن لهم الجنة فيما بعد لكن هو شيء من هذا القبيل أنه أنا فرد وأنتم سلطة إله الدولة الإله هذا أنا بيني وبينك عقد أنا ما يهمني بالأفراد الآخرين أنا الميثاق بيني وأنا مؤمن بهذا الميثاق هذا الميثاق الذي ينظم عملية الألاقات فيما بيننا أنا هذا الميثاق مؤمن به وبعد ذلك أأتي لأن أوقع هذا الميثاق بيني وبين السلطة أو الدولة معنى أنه هذا الميثاق وليس معروضا علي من قبل يعني مرغم يأتيني من الدولة الإله بالطريقة الإسلامية أو المسيحية أو التوحيدية أو الشعوب القديمة لا وهذا الميثاق موجود تم جرى الاتفاق عليه وتنظيمه وبعد ذلك أنا أختنأ فيه أختنأ باعتبار إنسان حر أختنأ فيه جديا وبدقة ويكون قراري صادر عن ذاتي وعن فرديتي وليس صادر باعتباري أنا عبد ذليل أو خليفة الله في العرض أو هاي الأسماء الدينية هذا الموضوع الرجلات الذي يختلف عن كلام الذي نطرحه هنا تماما معنى الآخر هو وثيقة بيني كفرد والشعب أو الجماعة أو المجتمع ككل أختن بهذا المقول أن هذا الوجود داخل هذه الجماعة لا يوجد فيه تمايز بين فرد وآخر كل هم معتهم نفس الوثيقة أو نفس العقد مع النظام الدولة حتى أضيف الإضافة المهمة أنه هذا التحول هو الذي الحاصل في نوعية حياة الفرد بفضل قبولة وتوقيع هذا العقد يعني فرضيا وقناعة الكاملة فيه كمبدأ وأيضاً كنظام مختنع به هذا هو الذي يجعلك كفرد تخرج من الإطار الطبيعي أو إطار الرجراج العام إلى طور أعلى وترتقي بذاتك ونفسك وأهلك وكل ممكناتك فهذا النظام راح يوفر لك أشياء مقابلها يعني لا أن تقدم هذا الوثيقة بدون مقابل لا مقابل هو أنت ترتقي بذاتك بالنمط الديني لا إذن الله اشترع من المؤمنين أموالهم وألفزهم وقاتلوا ويقتلون لكن النتيجة في الآخر يعني لا ليست لديك حقوق مع الطرف الآخر إنما أنت أن تفعل كل شيء وأن بعد ذلك أنت يعني يعني بالآخرة بعد مليون سنة ما تعرف ستجازة تجازة بماذا ما تعرف يعني النساء يجوزوا وأكل وشرف هو تموجود ما أعرف يعني هذا شيء عظيم بالنسبة للشعوب القديمة طبعا ليس مسألة دينية فقط هكذا كانت النظام التفكير عند الناس هكذا ليس مسألة أنه الدين الإسلامي وغيره هو الإسلام هو نتيجة لهذه الأفكار وليس العكس وعليه فأن هذا يشكل إخراج للفرد من هيئته الطبيعية القائمة أساسا على الفردية وانتماء إلى منزلة جديدة قائمة أساسا على ما هو جماعي لا مجال فيه للتفاوت في الحقوق ولا حيف ولا جور ولا ضيم وتعد كل محاولة لتغليب مصلحة الفرد حيادا أن نروح العقد وبالتالي يعني كل محاولة أن تغلب مصلحة الفرد على الآخرين حيادا عن نروح العقد أو انتهاكا له وبالتالي هذا الانتهاك ما هو معناه معناه أنت عدت أو انخفضت رتبتك وعدت إلى هيئتك الطبيعية الأساسية وبما معناه هذا خروج على الميثاق اللي هو أساس الدولة وروحه نهاية القول أن تأسيس هذا الميثاق اللي هو أساس الدولة هو في الوقت نفسه تأسيس لمبدأ وحق المساواة أي العدالة ذاتها و مثل ما هذا الميثاق يؤسس للعدالة فأنه في الوقت نفسه يحمي الحرية والسبب هو أن حرية الفرد التي كانت معرضة للخطر في هيئتها الطبيعية الخام بسبب قانون الغاب مثلا هذه أصبحت الآن مصونة ومضمونة بفضل قوانين دولة وبفضل هذا الميثاق شكرا جزيلا وراح أكمل مع بقية موضوع الدولة الخاص راح أتحدث عن هيكل أيضا وأتحدث عن ماركس وعن المجتمع المدني ونيتش أيضا وأيضا راح أتحدث في الحلقة الثانية عن المجتمع السياسي والمجتمع المدني في الدولة الحديثة وأيضا التمييز بين حقوق المواطن وحقوق الإنسان وكذلك فكرة الحق وأصولها فكرة العدالة الإلهية والمثالية وأيضا قانون الطبيعي والقانون المدني والتمييز بينهما وبنها اتحدث عن حقوق الانسان وبعد ذلك انتقل الى موضوع اخر يتعلق بالسلطة وشكرا جزيلا شوفكم خير مع السلامة